زيادت أعداد المصابين بالحمى المالطية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية بشكل لافت ما دعا لدقنا ونافس الخطر لتلافي انتشار هذا المرض ومحاولة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية منه بيأتي ذلك جراء الحرب التي يشنها النظام ضد شعب السوري منذ خمس سنوات نعم فنيتا ومع استمرار حصار قوات النظام للكثيرة من مدن وبلدات سوريا ارتفعت الإصابات بشكل ملحوظة دون وجود علاجات ناجعة لهذا المرض وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أكيد بدنا نستضيف قصة الصحة العامة الدكتور هشام الديري صباح سيد دكتور صباح خير كيف صحتك الحمد لله تمام انت كيف صحتك دكتور يعني أنا ما بعرف شو بد أقول كل أسبوع حاسس أنا يعني نظام حول سوريا لبقرة من الأمراض مو طبيعي يعني هاي الأمراض اللي ما كنا نسمع عنا قبل هالأصادت موجودة بسوريا صحيح بعد ما راحت واختفت هالأمراض لفترة كتير طويلة يعني كتير غريب أنه عم ترجع بهالشكل يعني هلا أنا حيحكي طبيعا هلا موضوع أنه الحمة المالطية أو شبيهتها الحمة التيفية هنم من الأمراض اللي يعني ما اختفوا يعني هذول ما غادرون في يوم من الأيام بعدين لا الكادر الصحي ولا الأدوات الصحية أو الطبية والمسلزمات الاستقصائية مفقودة هاي موجودة ما تزال موجودة ومتوفرة بس من لاحظ أنت يعني أنه إذا الناس خرجت من بيوتها فبتفقد البوصلة الاهتمام بالرعاية الشخصية صح هاي هي النقطة يعني على سبيل الحمة المالطية جرسومة بتحدثها يعني بالتالي يعني ما لا موجودة مثل ما نقول أنه والله لتدني مستوى الإصحاح البيئي لا هي موجودة هي بتنتقل من حيوان مصاب فيها نعم بتنتقل عبر مفرزات هالحيوان يعني أهمها موضوع الحليب الحليب غير المغلي نعم وبتعرف الاستهتار أنه والله إذا إحنا طلعنا من بيوتنا معناتها إحنا منشرب حليب غير مغلي لا هذا الشيء غلط أنت كنت في بيتك تغلي هي جرسومة حساسة للحرارة فبالغليان لا بالغليان بالغليان باللبن مش موجودة نهائيا ما بتنوجد بس في الحليب وبدأ غليان في حال حطينا درجة الغليان على الستين أو هي الحرارة على الستين بدأ زمن بدأ ثلاثين دقيقة لحتى تتخرب جرسومة جدا يعني معاندة للقضاء عليها ممكن تعيش بالتربة والماء ثلاثة شهور لكن بدرجات الحرارة والغليان ممكن أنه إحنا نتخلص منها فبالتالي يعني ما له علاقة لا النظام الصحي ولا الإصحاح البيئي ولا الكوادر ولا المستلزمات الاستقصائية في إعادة ظهورها هي دعاية للشخصية أنا حكيت لك يعني إحنا لاحظنا أنه صرنا حاكين هون في هالمكان على موضوع الاعتناء بالنظافة الشخصية العادات السليمة الأدوات الخاصة لواحد ما يتشارك مع حدا هذا كله عم نكرر ونعيد عليه مو بالضرورة إذا أنت تطلق من بيتك ورح تقعد في قرية تانية أو في مخيم أو في تجمع أنك أنت تستغني عن هذه الأمور أنك تبطل تعمل الأشياء اللي كنت تعملها من قبل يعني ببيتك هذا هو السبب يعني أنه شيء يتعلق بالعناية الخاصة بالأسرة عم نفقده هذا هو السبب وجودها الآن أو سمعته فيها الآن طب دكتور أنت كنت عم تحكي الحمى المالطية والحمى التيفية تنتين شبيهات ببعض أم هناك فروقات بينهم الحمى المالطية مصدر الحيوان يعني العدوى بتجي عن طريق حيوان مصاب ومنتجاته يعني مو بس الحليب يعني ممكن حتى البول والبراز تكون فيه الحمى التيفية يعني بتنتقل للإنسان أول شيء مستودعة فقط الإنسان الحمى المالطية اثنين مستودعة إنسان وحيوان الحمى التيفية مستودعة فقط الإنسان يعني بتجي للإنسان عن طريق تناول أطعمة ملوسة بمياه حاملة للجرسومة يعني أكتر شيء وهذا شيء موجود هلأ حاليا موجود بكثرة هذا هذا موجود هذا إلو علاقة أنه طريقة الري بمياه الصرف الصحي المنتجات وخصوصا الورقيات اللي هي مثلا مثل البقدونس نعم طيب هلأ هاي النقطة يعني القضاء على هاي الجرسومة الجيفية يعني مثلا بقوله أنه البقدونس مننقعها بخل غسيل غسيل طبعا أنه عمبلها غسيل يعني يكون يدين غسلة كويس الخضار الثانية يتم طهيها يعني أي شيء من هالأمور هي الرعاية إلهم يعني العناية ممكن يجنبنيها يعني بتموت هاي الجرس ممكن يجنبنيها طلعا بالغلية وبالغسيل ممتل المالطية طيب دكتور شو أعرض الحمى هاي المالطية والتحية حضرتك هلا زكرتها حمى حرارة حرارة عالية نعم منعطي إدوية ما بتنزل عليها الحرارة بتتم بارتفاع وفي الزياد يعني استمرار وزيادة هاي هي خطة البياني وهن مغص بطني قياءات غثيان هاي كلها يتا والتهاب عقد لنفية فكلها يتا بتظهر لنا الحمى التفية والحمى المالطية مو كتير صعب تشخيصهم هنن كتشخيص سريري الطبيب ممكن يعني اللي بيكون عم بيتعامل أو عايش في بلدان مطروح في هالمرض موجود هالمرض مو إنه منسي في دول متقدمة تجاوزوها مطروح في هالمرض فموجب مباشرة بس يشوف مثلا مريض ثلاثة أسابيع ما تنزل الحرارة شغلية يعني مو سهلة ثلاثة أسابيع ما تنزل الحرارة ممكن تنقل لي لمرض آخر هو المفروض ما يستنى ثلاثة أسابيع ثلاثة أسابيع مودي كتير طويلة لشخص إنه يضل يستنى على المريض إنه لتنزل الحرارة هو يوميه ثلاثة يعمل هو الوحد ما بتحمل أول شغلية فترة حضانة المرض بين البروسيلا المالطية والسلمونيلا التيفية بيتفاوت البروسيلا المالطية أطول فترة حضانته وحتى علاجه أطول ويحتاج للمالطية يحتاج لتركيز الأدوية والصدار الحيوية بشكل أكبر من السلمونيلا التيفية بس بشكل عام يعني لأ أحيانا أنت بتستنى في بيتك على نفسك أو على أحد أفراد أسرتك أكتر من ثلاث أسابيع على هالشكل شلون يعني الحرارة الحرارة عم تجي عم تحط له كمادات عم تعطيه مسكينات يعني عم تلاقي نام النوم عم تعتبره أنت أنه جزء من التعافي عم تتفاجأ أنه حرارته ما نزلت هي عم 38 لكن 38.1.2 على الشكل هذا ترتفع فتصبر بس هو لازم يعني لازم ناس تنتبه لأنه هو معدي وقفت بس على الحمى لأنه صار تتفع درجات الحرارة والعلاقة به بهاي الأمراض الجديدة الفلونزا الخنزير وفلونزا الطيور نحن دائماً الاستقصاء هو السريع الآن يعني يومين ثلاث يام يرح فوراً يعني نحن من الآخر بظروف ما بتسمح أنه نسكت على المرض أو على أي أعراض إن كانت شو ما كان يعني من المواضيع حكيناها سابقاً لهلأ لأكتر من يوم أو يوم نرفع الوعي الصحي الوعي الصحي هو اللي بخليك تروحي تركدي على أي مرفق صحي يعني اليوم اللي عم نحكي عليها الحمة التيفية أو المالطية يعني الظروف اللي بسوريا بريئة هي تماماً منهم يعني أنه ما العلاقة موضوع صحاح بيئي موجود مو موجود لكن هي موجودة بالأساس بس أنت حكي الدكتور بشكل غير مباشر يعني هو موضوع ناس تهجرت انتدمر بيتها طلعت بدأ توصل لمصر لتركيا أو للأردن هذا لا يعني أنك تاخد حليب غير مغلي بس هما لكن ممكن يتوفر لهم هو أساساً يتوفر لهم حليب بالدرجة الأولى صحيح هذا الكندائكي أنه أنه توفر يعني الحليب بس هي وجودة دخولة عن هالطريق هذا يعني عن طريق مستخرجات حيوانية ملوسة مصابة وحتى ممكن الأشخاص العاملين بالرعاية الحيوانات ممكن يصابوا فيها من التماس مع الجلد مع اللحم الحيوانات المصابة نعم فهيك بتم الانتقال يعني من الحيوان للمزارع أول بتعامل مع الحيوانات هاي للأشخاص الآخرين صحيح صحيح طيب دكتور طيب إذا يعني بسوريا ومنه متوفر أدوية لا ناس صيبوا بحمل ملطية وتفيين فيه شي علاج طبيعي طب بديل لا لا بالدرجة طب مسكينات بنا دول واسبرين وكساس مسكينات قلت لك بتأخذ مسكينات يعني بتريحك بس ما بتنزل الحرارة هي بتعتمد العلاج على الصادات الحيوية فقط مضادات الحيوية بالضبط مضادات الحيوية ومو دواء واحد يعني مو صاد واحد في مشاركة بتلت أدوية من الأدوية جدا واسعة الطيف العيار عالي ألف جرام لا لا مو على ألف يعني العيار غير يعني فيه مثلا أدوية ستربتومايسين في جنتمايسين أدوية يعني جدا احنا منتجنب أحيانا نوصفها للمريض يعني فيه فصائل دوائية من الصادات الحيوية احنا ما منبالغ بإعطاءها في الحمى الملطية احنا منضطر نعطيها بعدين دكتور وهاني يعني أنا بعتقد أنه بهيك حالات نحن عم نمرأ فيها وبهيك الظروف مفروض يعني نستغني شوي عن المسكنات بالبداية حتى نعرف شو السبب اللي عم بيصيب أو شو المرض نعم بتضللنا لما بتجيبي مريض على عيادة وخصة مثل هيك أمراض يعني تنتشر فإحنا إذا أخذ مسكنات فحصنا منلاقي الوضع يعني مو بهالصعوبة اللي أنت كنت شايفتيه في البيت فبالتالي بيضللنا شوي كتر أخذ المسكنات فالأحسن يعني حتى مع الوعي اللي نحن عم نوعي للأشخاص أنه يغضوا نظر شوي عن مسكنات في البداية حتى يقدر الدكتور يشخص المسكنات والصادات والمضادات الحيوية نخفف من التعامل معها لأنه يعني أسرع الجسم سيء وبيضلل الطبيب فأسلا غلط يأخذوا مضادات حيوية بدون ما يكون فيه فحص بالعالم بالعالم المتقدم ما بيعطوك صادات حيوية طب هذا سؤال دائما أنه شخص بعد ما يأخذ المضادات الحيوية ويتعالج ويتشافه من هذا المرض شو اللي لازم يأخذه لازم يكتر فيتامينات لأنه المضادات الحيوية ممكن بتأتل بده يعتني بصحته فترة لأنه هي صارت أنت عم تحكي عم فترة علاج ستة شهور أستاذ هاني آه هي الملطية علاجة أقل من هيك علاجة بيستمر تقريبا لشي من ثلاثة أسابيع للشهرين الملطية بس أنت في جسمك بدك ترميم للي صار في جسم وبخلايا الجسم بيبتد لها ستة شهور يعني كيف طبعا لازم تنتم بروتينات وفيتامينات وهاك أصص يعني الفترة هاي طبعا نقاهة المرض أنت بتكون تناولك للأطعمة والمشروبات كتير خفيف فبالتالي أنت بحاجة لترجع تبني جسمك من أول وجديد طب دكتور يعني شو الأطعمة اللي ممكن الأشخاص اللي عندهم الحالة المرضية خلالها ستة شهور أنه يتناولوها عن إيش المفروض يبعدوا يعني أنه أطعمة اللي ممكن يبعدوا عنها والأطعمة يعني بالدرجة الأولى بالنسبة للمريض اللي صار معه حمى مالطية إحنا منحاول فترة يعني نحميه عن موضوع الحليب ومشتقاته منخاف أنه لأنه ما يزال حامل للجرسومة منخاف نرجع يأخذ يتناوله مرة تانية مع حليب حتى مثلا أي والله غلينا طب قديش المدى لغلينا ما هي فترة الغليان لازم تكون فترة طويلة يعني هلأ درجة الغليان لما يكون بدرجة الغليان 12 دقيقة لحتى تخرب كل الجراسيم والعصيات الموجودة فيها المادة وهي 60 درجة و60 درجة 30 دقيقة فبالتالي إحنا لازم هدول المواد شوين نحن نعاننهم إذا بدوا يأخذ مثلا الفاكهة الفاكهة جدا مفيدة للجسم بس دا يكون أكيد أكيد مغسولة كويس ومأشرة كويس لأنه إحنا هلأ عم نشوف أنه بالأسواق أحيانا بيكون عم بيضيفوا مادة الشمع مشان الفاكهة تأخذ لون لون هيك يعتمد على الأكلات المطبوخة وخصوصا الشوربات أنه بحيث وفي شوربة كتير مفيدة طويل سوائل طبعا سوائل منبلش بالسوائل بعدين شوية شوية لحتى ترجع عضوية جسمه لكامل تفعيل أكيد الماء يعني جزء كتير مهم بالأملية هاي نعم السؤال الأخير دكتور لإلاك في أنواع للحمى المالطية ولا ما في إلى أنواع يعني درجات أو العلاج له درجات هي تشخيص عبر يعني تحليل تحليل رايت طلع عندي حمى المالطية فهو مصاب في الحمى المالطية ويجب إخضاعه للعلاج نعم طيب دكتور هشام مندياري شكرا كتير لإلاك على المعلومات ونحن نجحن نذكر المشاهدين هي بالأول وبالآخر العناية الشخصية شكرا لك شكرا لإلاك دكتور شكرا لإلاك